لامبيدوسا برزخ بين جحيم إلى الجنوب ويابسة إلى الشمال يراها هؤلاء جنة تمنع عنهم سكانها من المهاجرين غير القانونيين كانوا اليوم على موعد مع ضيف خاص البابا فرانسيس الذي تعهد بأن يتقفى آثار القديس فرانسيس الأسيزي ويكون عونا للفقراء والمعدومين على قسوة العالم اختار لقاء هؤلاء في أول زيارة له خارج الفاتيكان وقبل الرسو في لامبيدوسا ألقى البابا بأزهار في مياه البحر في ذكرى من غدر بهم الموج في طريقهم نحو حياة أفضل أما من نجوا فقد اختاروا لقاءه بحرارة لأنهم يرونه الوحيد القادر على إنقاذهم كما تقول هذه اللافتة ربما شعروا أنه وحده البابا يستطيع فهمهم هو المنحدر من أبوين مهاجرين ثم قرب هذا المكان الذي تحول مع الوقت إلى مقبرة لكل المراكم الجانحة عظة بنعم التأبين دان فيها البابا ما أسماه عولمة لا مبالات قائلا إن العالم فقد حس المسؤولية الأبوية ولم يعود يعرف طعم الدموع لقد شعرت أن علي المجيئة هنا اليوم لأصلي لأدنوى أكثر ولأوقظ ضميرنا حتى لا يتكرر ما حدث مرة أخرى قبل ساعة فقط من وصول البابا رسى في لامبدوزا مركب يحمل نحو 170 مهاجرا غير قانوني الأمم المتحدة تقول إن أكثر من ثمانية آلاف مهاجر غير قانوني حلوا بإيطاليا ومالطا منذ بداية العام الحالي كثير من هؤلاء تقطعت بهم السبل في لامبدوزا التي لا تبعد عن تونس إلا ب120 كيلومتر قصهم كثيرة لكنها في النهاية واحدة زيارة البابا إلى لامبدوزا لم تدم إلا بضع ساعات لكن هؤلاء المهاجرين سيتذكرونها طويلا حتى إن كان خلاصهم يحتاج إلى أكثر من صلاة إلي أستملالي بي بي سي